أهلا بكم مشاهدين الكرام مازلنا معكم وهذه التغطية المتواصلة والخاصة بتدعيات مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والذي استهدفته القوات الأمريكية لدى عودته إلى بغداد قادما من بيروت وأثارت هذه العملية ردودة فعلا واسعة على مستوى العالم ما بين مرحب ومؤيد بهذه العملية وما بين مندد بالكثير من دول العالم من لندن ينضم إلينا صادق الركابي الكاتب والمحلل السياسي كيف ترى هذه العملية سيد صادق وهل بالفعل العالم المندد أو الدول التي نددت بهذه العملية ستقوم بأي إجراء غير التنديد بالفعل هي تعتبر من أخطر الأمور التي تحدث اليوم في الشرق الأوسط قاسم سليماني ليس بالشخصية العادية هو الرجل الثاني بعد مرشد الثورة خامنئي وهو الذي يتحكم ليس فقط في الملف الإقليمي الإيراني وإنما يتحكم حتى في الملف الداخلي يعني في ضبط الأمن في إيران وأيضا في استراتيجية إيران للأمن القومي وبالتالي هو يعتبر بمثابة خامنئي واليوم هذه الضربة تعتبر ضربة كبيرة للجانب الإيراني وأعتقد أنه سوف يرد ولكن الرد لن يكون بحجم الخسارة يعني اليوم عندما استهدف خامنئي هو استهدف ليس في إيران استهدف في العراق وبالتالي الرد لن يكون مباشرة ولن تستطيع إيران أن ترد مباشرة على الولايات المتحدة الأمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية لذلك هم دائما الآن يقولون ويرددون عبارة أن الرد سوف يكون ضمن محور المقاومة وهذا يعني أن الرد إما سيكون في لبنان أو سوريا أو اليمن أو في دول قريبة من هذه الدول وبالتالي الأمور متجهة نحو التصعيد ولكنها ليست باتجاه حرب مباشرة بين الطرفين ذكرت أكثر من محور لكن إلى أي المحاور تميل باعتقادك أن تكون الوجهة القادمة للرد الإيراني بشكل غير مباشر كما تفضلت في الجانب اللبناني أعتقد الأمور سوف تكون صعبة أن يكون هناك رد لأن المحور أو القرب الإسرائيل يعقد الأمور ويشكل يعني قلقا على الأمن الداخلي في لبنان ولا أعتقد أنهم يفضلون الرد في ذلك المكان في الجانب السوري قد يكون هناك اعتداءات مثلا أو رد على بعض القواعد العسكرية الأمريكية في شرق سوريا أو قد يكون في غزة انطلاقا من غزة على اعتبار أنها الحلقة الأضعف والتي تتحمل الكثير من الصدمات أو قد يكون هناك مثلا تصعيد في الجبهة اليمنية قد يكون هناك مثلا تصعيد مباشر على الحدود مع السعودية وبالتالي هم يرسلون هذه الرسائل بشكل غير مباشر إلى الواقع المتحدة الأمريكية أيضا هذا عبد المهدي صرح بتصريحات بأن هذه الضربة تمثل عضوان على بلاده برايك هل تتخذ العراق موقفا حيال هذه الضربة واغتيال سليماني العراق اليوم نكون صريحين دولة فاقدة للسيادة فاقدة للقدرة على تصرف بأي أمر هي لديها اتفاق استراتيجي مع الولايات الأمريكية ولديها قواعد أمريكية ولديها علاقات أيضا قوية مع الجانب الإيراني وقوات أيضا مدعومة من إيران في تلك العراق وبالتالي اليوم بيان السيد عادل عبد المهدي رمى الكرة إذا تقرؤونه جيدا رمى الكرة في ملعب البرلمان هو أدان الاعتداء لإرضاء الطرف الإيراني ثم رمى بالكرة في ملعب البرلمان ليقول بأنه يعني القرار يجب أن يأتي من كافة الأطراف السياسية وها عملية الفرقة السياسية في العراق سوف تجعل من الصعب بمكان أولا إعقاد جلسة البرلمان ناهيكم عن أن هذه الجلسة لن تخرج بالنتائج المرضية ولن يكون هناك اتفاق على نقض هذه الاتفاقية الاستراتيجية على اعتبار أن السيد عادل عبد المهدي أشار ضمن بيانه إلى أن الضربة أخلت بالاتفاق الذي كان يتحدث فقط عن تدريب القوات العراقية والمشورة وبالتالي هو الآن يلقي الكرة في ملعب البرلمانيين طيب برأيك لماذا جاء سليماني على رأس هذه القائمة من الاغتيالات يعني من وجهة النظر الأمريكية هل فقط لكونه إيرانيا أو لكونه قائدا لفيلق القدس أم أن هناك أسباب أخرى اليوم حقق بالنسبة للرئيس الأمريكي حقق انتصار كبير لا تنسوا أن الرئيس الأمريكي اليوم يواجه أمرين مهمين أولا عملية العزل في الكونغرس والثانية الانتخابات اليوم هو حقق انتصار بالنسبة للجانب الأمريكي من أنه يقول بأنه رجل أمريكا الأول الرجل القادر على تسديد الضربات وبقوة بدون أي خسائر كبيرة وبالتالي اليوم هناك حملة من الدعم الكبير للرئيس ترامب داخل الولايات التحدة الأمريكية سوف تبعد ملف العزل وسوف تؤدي إلى دعم الكثير من اللوبيات لهذا الرئيس قد يكون هناك أيضا تجديد للولاية بالنسبة للرئيس ترامب بسبب هذه الضربة الكبيرة التي وجهت للجانب الإيراني وبالتالي حقق الرئيس ترامب انتصارات كبيرة الأمر الآخر أنه أبعد أقوى رجل في إيران وبالتالي هو حيد اليوم الجانب الإيراني إلى فترة مؤقتة لغاية أن تنتبه الإدارة الإيرانية إلى وجود بديل اليوم لا يوجد بديل لقاسم سليماني وهذا بدأ واضحا من الارتباك الكبير في القيادة الإيرانية لذلك الجانب الأمريكي من نسبة للترامب وبالنسبة للإدارة الأمريكية حققت انتصارا كبيرا هذا اليوم ينعكس إيجابا على الحملة الانتخابية للرئيس ترامب الولايات المتحدة أيضا حضرت رعيها من التواجد في البلاد ودعتهم إلى مغادرة البلاد بشكل فوري هل هو إجراء روتيني أم أنه ينبئ بإجراء أمريكي عسكري جديد هو أيضا إجراء احترازي يعني التحسبا لعمليات خطف أو ابتزاز قد يتعرض لها أو انتقام يتعرض له مواطنون أمريكيون سواء كانوا عاديين أو أصحاب شركات أو مقاولين أو حتى صحفيين الأمر الآخر هو أن هذه العملية بالتأكيد عندما خطت لها ورسمت خطوات أخرى لاحقة لها لذلك رأينا وما نزال نرى أن الطائرات الأمريكية تحلق في أجواء العراقية وأعتقد أن هناك سيناريوهات أخرى قادمة يعني الجانب الأمريكي عندما خطط لاختيال سليماني كان يعرف أن هناك ردود ولكن هناك أيضا خطوات لاحقة سوف تقوم بها الإدارة الأمريكية قد تكون من قبيل اعتقال بعض القيادات قد تكون من قبيل استمرار عمليات القتل لبعض هذه القيادات وقد تكون من قبيل تعزيز القوات العسكرية الأمريكية بإرسال مزيد من القوات للقواعد العسكرية طيب يعني كيف تقيم ردود الأفعال الدولية إذا هذه العملية هناك الكثير من الدول التي نددت بالتدخل وبانتهاك السيادة العراقية وبهذه العملية النوعية وأن الأمور لا يمكن أن تحل بهذه الطريقة طريقة الاستهداف والاغتيالات لكن هناك دول أخرى ربما لزمت الصمت هل لهذا الأمر علاقة بالعلاقات بين هذه الدول وإيران أو بينها وبين الدورة التي تلعب إيران في أراضيها نعم هذا صحيح لا تنسوا أن الطرف المستهدف هو الطرف الإيراني يعني الطرف الإيراني في الآوين الأخيرة بدأ معزولا بشكل كبير دوليا خاصة أنه عندما تشدد في موقفه بالاتفاق النووي ولم يتراجع عنه بدأ أنه معزول وخاصة أنه أيضا عندما ننظر إلى الساحة العراقية نرى زيادة النفوذ الإيراني فيها وهذا لم يعجب الكثير من الدول خاصة مثلا الدول في حلف الناتو والدول في الاتحاد الأوروبي لكن من قبيل أيضا الدبلوماسية توجه هذه الدول التي انتقدت في العلن توجه انتقادات لانتهاك السيادة العراقية ويجب أن تجنب العنف لكنهم في السر هم متفقين مع الجانب الأمريكي يعيدون هذا الأمر خاصة وأن المستهدف هو قاسم سليماني رئيس فيلق القدس الذي يوجد عليها الكثير بالنسبة لهذه الدول الكثير من الاتهامات بملف الإرهاب ودعم العناصر المتطرفة هذا من وجهة نظر تلك الدول وبالتالي بالتأكيد هم لن يدينوا هذا العمل ومن يدينه يعتبر أنه حليف للجانب إيراني ولا يريدون تلك الدول أن يخسروا الحليف الأمريكي الأقوى في المنطقة طب الموقف البريطاني سيد صادق هل تعتقد أنه سيتم اتخاذ موقف يعني الجيش البريطاني أعلن رفع الجاهزية في منطقة الشرق الأوسط في عجالة سريعة لو تفضل نعم الجانب البريطاني دائما يأخذ الجانب الدبلوماسي لا أعتقد أنه سوف يكون هناك ترحيب كبير بهذا الأمر سوف يكون هناك دعوة لضبط النفس وتجنب تصعيد في المنطقة والاحتكام إلى الدبلوماسية والبرلمان العراقي واحترام سيادة الدول هذا أعتقد هو سوف يكون الرد البريطاني لأنه يريد أن يحافظ على التوازن في المنطقة ولا يريد أي تصعيد أو إشعال حرب في هذه المنطقة إذن من لندن صادق ركاب الكتب والمحل السياسي شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة